انا طبعا المنظر والحالة والحالة اللي شفت بيها ملعب ستاة سكندرية النهاردة انا حزين على ملعب ستاة سكندرية حزين عليه ليه؟ حزين عليه ليه؟ وحاولوا جبولي يا جماعة صورة للملعب من فوق كده يعني يا ريت جبولي يعني مش صورة من المباراة تمام؟ حزين عليه؟ لأن لأن ملعب ستاة سكندرية ده أنا باعتبره أنه هو أحلى ملعب في مصر طول عمر نجيلة ستاة سكندرية من أحلى الملعب في مصر واستاد وملعب تاريخي الملعب ده جماعة من شهرين بس من شهرين بس كان عامل زي ملعب أوروبا كان عامل زي ملعب أوروبا ضغط الماتشاط اللي اتعامل عليه ضغط الماتشاط اللي اتعامل عليه لدرجة يعني في عز المطر وفي عز الجو اللي كان فيه أمطار في سكندرية كان بتلاقي عليه ماتشاط كل يوم وده مش موجود فيها حتة في العالم يا جماعة احنا النهاردة الدوري لما يتم استقنافه الملعب ده محتاجينه ده قاسد يعني ايه قاسد يعني أصل أصول هل ده ملعب كرة وتاني لا قالوم على مسؤول استاد سكندرية لا قالوم على مسؤول استاد سكندرية انما في عز المطر وفي عز مانتا معروف ان الملعب محتاج وقت تريكافر الملعب ده ما واني جيل يا جماعة العشب ده ما ده يعني محتاج ان هو يحصل له استشفى زيه زيه بني أدم بالزبط كائن حي محتاج ان هو يتحطله الكيميكالز بتاعته اللي هي تريحه معها بتاع طبعا انا مش مهندس زراعي مش هادر اقول لك بتاع لكن اللي فيه تكنيك معين وطريقة معينة واسلوب ان انت تريح الملعب ده عشان يقدر يبقى مستعد مرة تانية انت تريح عليه مباراة خاصة في الشتاء والبرد والجو والبرد وليه طريقة معينة وقصة وقصة كبيرة لما يبقى انت عندك النهاردة ملعب انت مكلفه ملايين والملعب ده تاني انا بقول لك ازعلان عليه لان الملعب ده كان من شهرين من احسن الملعب في مصر الملعب ده بالبلدي كده جماعة اتهرس اتهرس ماتشاط ورا بعض واحنا بنبص تحت رجلنا بس جدوى الماتشاط وعايزين نخلص والتاع يعني ما استفيدوا من الاستاد الماكس ماتش في اسكندرية عندك تلات ملعب في اسكندرية ما تحطش كل الماتشاط الاسكندرية ورا بعض تلات فرق بتلعب عليه ورا بعض ملعب النهاردة منظره مش ملعب كرة فارق والاتحاد واسموحة بيلعبوا عليه بيلعبوا عليه وانا بقول لكم معلومة بقى من عندي زيادة ان فيه فرق بتتمرن عليه بتأجروا بتتمرن عليه فعز هرس الماتشاط دي فالنهاردة انت خسرت اسد اصل معاك الاصل ده انت محتاجه في الدوري انت محتاج الملعب ده في الدوري فكان لازم يا جماعة يتم دلوقتي عارفيني اقول لكم ايه اقول لكم ايه اللي هيحصل انا عارف ايه اللي هيحصل مسؤولي ملعب السكندرية هيطلبوا ان مفيش ماتشاط لها بعد ملعب لمدة شهرين ثلاثة وقولوا ميدو قال انا عارف فاتيجي النهاردة بتخسرت اسد كان لازم بصوا ملعب ده كالعامل ازاي من شهرين بس من شهرين بالزبط ده كان منظر الملعب جبولي بقى الملعب دلوقتي الملعب اتقلب من ملعب اوروبي تمام لحق لبطاطس من ملعب اوروبي لحق لبطاطس اهو قدامكم المنظر اهو ده على الاصول والاسدس بتاعتنا شتان الفارق اهو الملعب اتدمر محتاج سيانة وان هو يشتغلوا عليه ويتقلب بقى ويتعامل وده في الشيطة صعب جدا محتاج له شهرين ثلاثة لما ترجعه طب ليه جماعة من الاول احنا عندنا في اسكندرية تلات ملعب كويسين جدا جدا ملعب الماكس وبرج العرب وستادسكندرية قسم المتشاط عليهم عشان تدي الملعب فرصة وان نجي لفرصة والعوش بفرصة ان هو يريح ده زي وزي البناء ادم ينفع تاخد بني ادم ورا بعد ماتشاط كل يوم تقل تقل فورا بعد خلاص ان ما بيجي بعد فترة هيقع منك هيقع منك فاحنا امتى هنتعلم امتى هنتعلم ان مش كل انا على فكرة انا لما باجي النهاردة بنظم مسابقة انا انا مش شغلتي ان انا اه مسير احوال مسير امور اهم حاجة لما تشط تلعب وتمشي وفا ويلا ويقلب ويقول لأ انا مهمتي ان انا افكر في ان او انا عايز اماشي الدوري وعايز اماشي البطولة وعايز احافظ على الاصول والاسدس بتاعتي ان هارده في رقتين ملعبوش كرة بتلاتة جنيه انا ان هارده بتقدروا تقولولي ان انا اقدر احكم على ان روقة ولا ولا فلان ولد صغير حسام ولا عبدالشافة بتاكن كويس ولا لا الناس بتلعب في حقل بطاطس ملعب غير مؤهل لممارسة كورت القدم غير مؤهل لممارسة كورت القدم فالنهارده احنا بنعمل في نفسنا كده ليه اول حاجة ممكن يحصل اصابات مع السيرفس الوحشة دي النهارده لعيب رقبت وتتلوي ده منظر ملعب كرة جماعة وتاني انا مبلقمش على مسؤولين ستادس كندرية انا متأكد ان مسؤولين ستادس كندرية اكتر ناس عانوا من ضغط المباريات في الجو الوعش في الفترة اللي فاتت وبقول لكم تاني على مسؤوليتي هيطلبوا ان الاستاد ده يتقفل وهجبلكوا الفيديو ده بعد بعد اسبوعين تلاتة وهتقولوا ميدو قال الكلام ده طب ليه ما من الاول من اول نوزع المطشاط على ملعب مختلفة في اسكندرية والامن مش هيقول لنا حاجة موكيه كان ماتش في اسكندرية الامن اللي هيخليه يأمن في استادس كندرية هيروح يأمن في الماكس ملعب الماكس ده بلعب اوروبي ملعب اوروبي ملعب استبت حرص الحدود على بعد نص ساعة من استادس كندرية ايه المشكلة روح يلعب عليه وبرج العرب ملعب على بعد خمسة واربعين ديام من استادس كندرية قسم الملاعب بتاعتك قسم الملاعب بتاعتك يعني لازم يا جماعة ان احنا يعني نفكر في القصة دي ونقسم الموضوع على الملاعب وبعدين انا بصراحة واقول لكم ليه المصري بيلعب في برج العرب يعني هل يا جماعة بالعقل كده هل بورسعيد اقرب لسكندرية ولا اقرب للسويس واسمعالية قلولي خط القناة معروف مش عايز المصري بعندوش ملعب دلوقتي صح لعبه في السويس السويس على فكرة فيه ملعبين على اعلى مستوى لعبه في ملعب منه ايه المشكلة وماتش الاهلي اللي انت عندك مشكلة فيه وديه برج العرب على الاعل الفرقة تبقى قريبة من بورسعيد العيب بيتمرن في بورسعيد بيعمل تقويات استشفى بيجي للفرقة يخش المعسكر يروح المعسكر انما بورسعيد واسكندرية بعيد قوي ليه وخد فرقة من الفرقة بتاعت اسكندرية خد فرقة من الفرقة من اسكندرية اللي هي اسموحة يا فاركو هيها طبعا الالتحاد ما تلعبوش برا ملعبوه التاريخي بتاعه اسداد اسكندرية لكن خد فرقه او سموحة خلي واحد يلعب على الساة سكندرية وواحد على ملعب الحرس ملعب الماكس وواحد على برج العرب طيب الملعب تريح الملعب تستعمل معاك الموسم كله تستعمل معاك الموسم كله فقصة محتاجة تفكير يا جماعة احنا مش بطولة بنلعبها كده وسلق بطاطس كده يسلق يلا ويلعب لا لازم نفكر الملعب دي كنز كنز لازم نحافظ عليها وتاني في ناس بمكن تقول لك وميديو عمالك كلم في الموضوع ده كتير والله النهاردة بتفرج على مطش الزمالك زعلان زعلان اول حاجة لان ده امج ووجهة سيئة للدور المصري انا النهاردة لو راجل قاعد برا او راجل نهاردة قاعد في دولة خليجية او النهاردة قاعد في احدى الدول العربية بتفرج على مطش الزمالك وبتفرج لقيت الملعب كده ايه الدوري ده ايه الملعب ده هقول على طول ان الناس دي ناس يعني مش منظمة مش عارفين حتى ياخدوا بالهم من الملع فلازم يا جماعة ان احنا ناخد بالنا من الكلام ده النهاردة في القتل مش عارفين لعبوا كورا